أنا حرب بن مهدي أبو العنين يا باشا شوفي لا شوي السجن هيا يا حربي حديت وعقلت وهتحكي لي عاللي حصل ليلة أول مبارح ولا لسه عايز تتروق تاني يا باشا أنا من الساعة ما حرجت بالسجن وأنا في حالي وماشي جنب الحيات هم واخنقتك مع عبدايا ورجالته يا باشا والله يا العظيم أنا ما تقنقتل مع حد أنا كنت راجع مبارح في أمانة الليلة بيا والعليا فجأة ولقيت الجدع اللي اسمه أباضايا ده اللي شغال عند المعلمة انشراح كان اللي في الضلمة هو رجالته وغفلوني قمت أنا بقى أسرت الشر وهربت منهم وجريت ونطيت في عربية الوات زين وبعدت عن الحتة خالص يا باشا أبقى أنا غلطت في إيه والتنين اللي ضربتهم يا لها هم اللي أجموا عليها بالسنج والمطاوي وكانوا عايزين يدشملوني خالص ولا يا دوبك كنت مدفع عن نفسي هم يعني أنت عايز تفاهمني أن سبب الخناء أباضايا ورجالته وأنت بقى البريء الضحية المظلومة ساعدتك سألت وأنا حكيت لك اللي حصل ولا أنا ما بقولش من الكلام ده قطع من جسمي بالحتة يا باشا ما عنديش أي حاجة تانية أقولها لأنه هو ده اللي حصل وبعدين ساعدتك يعني لو مش عايز أي قلق في المنطقة خلي الجاد على اسمه أباضايا لا يبعد عني خالص وفاهموا أن أنا خلاص خدت جزائي وخليه يشلني من دماغه وبعد كده يا باشا لو صدر مني أي شيء اعمل فان اللي انت عايزه يعني انت حجيتك دلوقتي يا أباضايا قولك نظر يا باشا ماشي يا حربي أنا حقصر أباضايا عنك وحسيبك تراوح كمان يا حبيبي بس خلي بالك اللي حصل لك مبارح كان مجرد قرصة ودن فاهم يا لا ممكن أسألك سؤال بسيطة يا باشا عايز تنسل تقول إيه أنا عايز أفهم حاجة واحدة بس انت بتعمل معايا كده ليه امشالة من قدامي بس خلي بالك أنا عيني هتبقى عليك كل لحظة ومش هاخفل عنك ثانية واحدة أي غلطة هتعملها في المنطقة يا حربي أبواب الأزة واسعة قوي تمرني بحاجة تانية يا باشا غور يا را من قدامي بالإذن يا باشا بالإذن يا شويش دا احنا هنخش نتطمن عليه ونديره حاجة دي في السريحة السريحة كده إيه دا؟ دا عيش وحلاوة وعلبة سجايا الله خليك يا شويش عشان أدعيه لك دا الوقت بركة دا بركة بجد ودعا مستجايا بجرب بس قلتلك الزري ما منوعه وخد الحاجات دي سلمها في الأمانات دا عسل يا بحربي دا عسل يا بصف كفارة صاحبي قلتلك ايه اخد دا أكل وسجايا هل تفضل ساكن كده كتير ولا ايه؟ فك بقى يا عام كله بيعدي اتبادلت وتقنت اوه زي بسعب يطلعي انا بشاوه عشوه لكان اللي بهديلك يا صاحبي انا مش عارف الجدع اللي اسمه اكرم ده حططني في دماغه ليه لكن وديني وايماني اللي اقرب مني تاني لكون دابح لا بقارضك يا عام حاربي انت لسه خارج من السجن وبقول عليك عائل وتقيل وبص البكرة انسى يا صاحبي ارمي ولا ضهرك وعدين يلا دقت على رأس طبوك على راه يا كزي لازم نستحمل يا حاربي حد تجيكا ما تبقى في العالي والبالي هتلعب ولا انت هتنسى كلامك ولا ايه وحياتك عندي يا زين وحياتك عندي لما كيكا تطلع بالعالي لا اخد حقي ثالث ومثالث من كل اللي دا صلى على طرف قوله بسط اه على فكرة معلما انشرحك عتا عايزت تيجي معايا تضمنك بس انا قلت لها فوت على الهزن وشوفت النظامي لا يبقى واجد بقى انا عدى مشكره ما كنتك فهمت ما احسن يا بروسيسا وانت شايفني بقولش شاكل للبيع يعني وبجمع المشاكل فحصالة ما هو اللي واقل حقي ومش عايز يرد علي والكلام مش رايح جاي بزبوري بس شوقة معلمة وعلى رأيي المثل تبقى تمر تصبح على خير لا واللي يزبر ينقول يا ولا طلع منديل من جبك عشان عايت على اكتافك وانا كنت باعلم فيك انت ورجالتك عشان اسمع منك البوقلمة لو مش العزمة دول يا معلمة انا رجلك وكلمتك سيف على رقابتي يبقى تقفل رشوان بيه وتقولوا ان انا وراي يا رجالة وان انا حقي ما يتكلش شاوري بصابع رجلك الصغير وشوف انا اعمل ايه بس انا رأيي يعني ان انت تهد اللعبة وتشوف مصلحتك احنا مش قد رشوان بيه ولا رجالة رشوان بيه لزمتك مش مكسوف من نفسك وانت بتكلمني الكلام دوت مش مكسوف من نفسك صباح الفل على احلى معلمة فيك يا مصر برافو عليك يا واد يا زين عبت اتطلع اهو ايه اللي عامل فوشك الشوارع كده الحقيقة معلمة اصلي وحشتهم شو ايها فكانوا بيحتفلوا بيه اه ده انت شكلك كنت نجمل حفلة والله يا معلم كانت نقصاك والحقيقة كرموني اخر كرم خبنا يزيدك احنا والسامعين اجمعين يا معلم بقولك يا زين ما كنت تشيلهم رابعة توديل عصر العيني ما تستبح بقى يا بضايا وتقول يا صبح الله الحكاة مش نقصاك انت راخر وبعد انا يا بضايا مش جايلك اصلا ده جاي تشكر للمعلمة لما عرفت انها كانت ناوية تضمني في الاسم انا عمري ابدا يا حربي ما سيب الرجالة اللي بيشتغلوا معاي وعشان كده يا معلمة كلنا مستعدين نخدمك بعناني طب روح ريح كده وخدلك اربعة ايام وتعليلي اليوم الخامس عشان نتكلف لا يا معلمة يا ريح ده ايه انا قلت بس افوت اتشقلك الاول قبل منزلنا اوزيني واليوات بركة عشان نلمة جلت النهاردة وانت هتعرف تشتغل كده النهاردة؟ كفيش علاقة معلمة انا حديد مهم بس اولاد الحرام يسيبونا في حالنا ويبعدوا عننا طب يلا اشدوا حلكوا وانزولوا الشغل وارجعوا لي بحاجة حلو اخر النهار ماشا معلمة بلازن سلامة يا معلمة بضايا غلط اكبر غلط يا معلمة عشان تركبش وقت عائل هتية زي دول على كتافنا ويدلدلوا رجليهم انت اللي عملت الغلط بأيديك وانت اللي ركبتهم على كتافك يوم ما عملتها معاهم اول مبارح وخبت يا معلمة يا معلمة مايصحش العائل دول لو اشتغلوا معانا هيشبهونا عساس انك كنت بتكمل علامك في لندن وجاي تستجم يا والا في مصر شوف شغلك خليك في نفسك وركز في مصلحتك ملكش دعب غيرك يلا هادية شنين منك لو راس البرة قفلت هنولع في الوكالة شكرا يا احمد يلا باكو بسكوت بتاع كل مصرحة ها نورت الحتة بلغوك بالخبر السعيد شكلك كده مستعجلة انا مش هطول عليك هي كلمة ورد غطاها ايه رأيك في اللي سمعتين هي كلمة برضه ورد غطاها ايه بعد عني يا قبضايا بتعدي الكلام ده يا بيت؟ شوفها معانا البلطقة دي تنفع معاك في اي حاجة ايه اللي موضوع الجواز ده؟ اصله باختصار رضا وقبول وانا لا رضا ولا قبلك يا قبلك تهتجنينين يا بيت؟ اعلقت الرضا والقبول بالجواز يا بيت لما تعرفيني وانا بتمشى قدامك في الصالة هتغير رأيك وبعدين انا بلغيك في الرايحة والجاية ايه اللي حصل؟ انا كنت بتحك في وشك بس عشان اتقي شرك لكن انا لا طيقاك ولا حتى طيقا راحتك وحكاية الجواز دي بقى احسن لك تنساها خالص اسمعي يا امورة انت نخشى وحلوة تقل لأدبك على أبضايا لا سبيدي حاضر شفت انا بسمع الكلام ازاي وابقى زوج مطيع انت كمال لازم تسمع الكلام وانما سمعتش الكلام وقلت لأ الوش الجميل ده هيبقى للذكرى الخالدة كلاما هتبص في المراية كده هتفتك رأى بضايا شوية ميت نار هيترتشوا على وشك وهتنطفي امورة الحتة وهينطفي معاها نار قلبي اللي عيدا والله انا بقول شعر موزون يا امورة هزبي يا امورة لطوعي اسمعي انا قلب ابيض وهنسى كل كلمة قولتيها وهسيبك تفكري وترتبي حالك لحد ليلة الدخلة بيك يا بيك يا بيك يا بيك يا بيك يا كل حاجة قديمة للبيع اللي هترميه فيه اليسريه هو هترمي حاجة بيه هو هترمي حاجة يا مادام في مجبالين هيتروي بطوع عوامي يلق سرعة بلمناصر عدام بيك يا بيك يا بيك يا بيك يا وانت لسى فاكرة يا حربي يا سلام صحيح من فتأ دي متاع انا بقى نفس اتوف وما ارجعش الاغلبة التانية يا بارك يا ستي هم 2 جنيه عجبك عجبك مش عجبك تكلع الله خلينا شوف اكتل عشنا الله الوعب مش نقص من اهدأ يا ستي يا زيت يا عم جايبة حيطة متسواش حاجة بقول لها 2 جنيه ماسكة هي في 3 يا ابني هم 2 جنيه في الزمن ده هيعملوا ايه بس هاتعم زيت خمسة جنيه هم يا ام مرضية الهي ربنا يخليك ويعلم ردبك كمان وكمان اذر يا كريم يا رب يا ابني يبارك لك فيه يا رب كده كيكا مش هتطلع في العالي خالص يا عم حربي ده كده هتنزل في سبع ارض هو عتندم لما تعمل خيرها زيه يا عم الحكاية مش مستهلة ندم ما هو شحاته بيشحك من شحات زيه اول عش حياته واخير عش حياته وهو الشحاته يفضل كده لا طايل السماء ولا طايل الارض شوف انا ما فهمتش حاجة زيه بس يعني صبر طيب صبر طيب يلا ورم يا ستي معاك ايه بيك يا 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 بس كده انت تمر عن طربي وعاوز بقى الطلبية دي على انت عايز نصها النهار ده بعد الظهر والباج السبوعات ده يكون كل ده عندي في نقز المشروع حنفي انزل قول رجالة يحملوا العربية بتحديد التسليح ويطلعوا فورا على مشروع عن طربي عايز البضاعة تكون موجودة هناك خلال ساعتين بكتير الحكاية غرا شوان بيه انا كنت عايز اقولي ستا تلسه هتحكي الحكاية يلا يا حنفي بعدين ماشا باشا يا اهلا زاكي عن طربي الحمد لله الطلبية اللي انت طلبتها دي كنت ممكن تطلبها بالتليفون عاوز اعرف ايه سر الزيارة الميمونة دي عزام تكلمني النهاردة في التليفون عايزي جابلنا بكرا عنده في الكبارية ايش معنى يا الباشا الكبير اتصل بيه الظهر ان في عملية كبيرة اليومين اتجيين دول مالكش عملية ايه؟ لا ما اجد خلاص انا بكرا اكون عندكم الساعة عشرة في الكبارية عند عزام طيب اجوم انا اشوف احوالي وانا اوم اوصلك